السلام عليكم ومرحبا بكم في درسين جديد في درس اليوم سنتحدث عن الانترفيس أو الواجهات وفي البرمجة يعني هي أمر مختلف جدا عن ما يقصد به في مثلا واجهة المستخدم أي الأزرار وتلك الأشياء ففي البرمجة الواجهات هي عبارة عن عقد بين الكلاسات هذا هو كل ما في الأمر لكي أشرح لكم فكرة الانترفيس في لغة دارت لأنها مختلفة قليلا قمت بإضافة هذا الكلاس الأخير طبعا تشاهدوا الدرس السابقة لكي تعرفوا إلى أين وصلنا قمنا بعمل كل هذه الأشياء في الدرس السابقة والآن أضفت فقط شيب جديد فأضفت المكعب والذي هو الكيوب والذي هو أيضا شيب مثل جميع الأشكال الأخرى الموجودة هنا مثل الركتانجل سكوار و تريانجل وأيضا لديه يمكن حساب مساحته يعني هي A6 هذه هي مساحة الكيوب هذا لكن الشيء المختلف فيه هو أنه لديه يعني صفات أخرى فمثلا لديه حجم يعني يمكن أن يكون لديه حجم فكيف نقوم بمثل هذه العملية هنا في البرمجة الكائنية التوجه العلاقة بين الكلاص الأب والكلاص الأبن فمثلا لدينا هنا عندما نذهب إلى الأعلى هذا هو الكلاص الأب سنسميه في حالتنا وهذا هو الكلاص الأبن والذي هو الريكتانجل فعندما أقول أن الكلاص الأبن فهو عبارة عن shape يعني الإجابة على السؤال ما هو الريكتانجل فهو عبارة عن shape يعني الإجابة على السؤال ما هو في هذه الحالة هذه العلاقة بين الكلاص الأب والابن يعني عندما نستخدم extend فنحن نجيب على السؤال ما هو أما الانترفيس فهي مختلفة الانترفيس هي ماذا يمكن أن يفعل يعني علاقة ما الذي يستطيع أن يفعله الشيء يمكن أن يكون شيء واحد لكنه يستطيع أن يفعل الكثير من الأشياء ومن هنا جاءت خاصية interface وهي أنه يمكنك أن تقوم بعمل implement لأكثر من interface وتأكد أنك لا تسميها inherit فالimplementation مختلفة عن inheritance فأول شيء كيف نقوم بعمل interface في dart إذا كنت من لغة أخرى ستجد أن الأمر غريب جدا لكن في dart عندما تحاول تعريف interface فقط كل ما تكتبه هو class وتكتب نفس الأشياء الأخرى لماذا؟ لأن class بحد ذاته أي class تقوم بتعريفه يتم تعريف interface داخله فأسأل الآن لو قمت بتعريف هذا class الذي سأسميه كان have volume لا آسف جدا لم أعرف اختيار اسم مناسب لكن هذا هو الاسم الذي في بالي حاليا من أجل المثال كان have volume هذا الenterفيس في حالتنا يصف شيء محدد وهو عندما يكون لclass محدد لديه حجم فما الذي يجب أن يكون فيه الدولة التي يكون فيه مثلا حساب الأبعاد الخاصة به مثلا حساب الحجم فسأقوم بعمل دلة لحساب الحجم والتي سأسميها get volume هكذا وبطبيعة الحال هذه الدلة لن يكون لديها جسم فيمكنني أتركها فرق بهذا الشكل وإذا أردتم أن تتركوا فقط الجزء العلوي فيمكنكم أن تجعلوا هذا class عبارة عن abstract class كما قلت لكم إذا كنتم من لغة أخرى فستجدون الأمر غريب جدا هذا من خصائص لغة dart لأنها تطبق مفعيم برمجة كائنية توجه بطريقة مختلفة أو بطريقة أفضل على حسب كلامهم الآن من بين كل الكلاسات التي لدينا هنا مثل الضائرة والمثلث لدينا أيضا المكعب المكعب لدي خاصية أخرى وأنه يعني يمكننا الآن استخدام هذا can have volume فكيف نقوم بالأمر نقوم بكتبة كلمة implement يمكننا أن نقوم بعمل extend و implement في نفس الوقت لكن عندما تقول له extend يمكنك فقط أن تقوم بالوراثة من من صنف واحد أو من كلاس واحد فمثلا الآن لدي extend shape وأريد أن أقوم أيضا بالوراثة من circle مثلا هكذا أقول له circle فسيدور لي خطأ ويقول لي a class definition must have a body even if it's empty دعوني من هذا الأمر هذا ليس المشكل الذي نبحث عنه ثم الثاني يقول لك expected method getter and setter وتلك الأشياء لا أظن أن هذا هو المشكل الذي أبحث عنه دعوني أحذف كلمة implement ليس هو ربما يوجد آخر missing implementation of get area كما ترون الخطأ لا يظهر يعني لا يظهر بشكل صريح لكن لا يمكنك تنفيذ البرنامج وسيبقى الخطأ والخطأ يعني بكل بساطة هو أنه لا يمكنك الوراثة من أكثر من class فيعني دعونا نتجاهل الخطأ ونذهب مباشرة إلى عمل implementation للأنترفيس التي اسمها can have volume فنذهب مباشرة إلى cube وأقوم بعمل alt enter لكي أقوم بعمل override للأشياء التي يحتاجها فسأقوم بعمل override لهذه الدلة التي تأتي بالحجم سأقل له هنا return فحجم الحجم المقعب يعني هو فقط الظلع في ثلاثة أو اس ثلاثة عفون فكل ما سأقل له هو a في a عفون في a في a طبعا يمكننا استخدام مكتبة الماث من أجل عمل الاس لكني أفضلها هكذا بطريقة صريحة يعني a في a في a بهذا الشكل الآن جعلنا cube جعلنا يعني قلنا له أنه عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد أو يمكن أن يكون لديه حجم لكن إذا كان لديك انترفيس آخر فلغرض التجربة فقط ليس شيء صحيح سأقوم بكتابة يعني انترفيس خاطئ جدا test هكذا ثم أعود إلى هنا فكما ترون يمكنني تجربة عمل implementation لذلك الانترفيس بدون أي مشكلة يعني يمكنك أن تقوم بعمل implementation لأكثر من انترفيس لكن لا يمكنك عمل extend لأكثر من كلاس هذه هي فكرة الانترفيس والهدف من وجودها الآن دعونا نقوم بإعادة تشغيل هنا ونقوم فقط بإضافة getarea بدل ذلك سنحاول أن نقوم بجلب الحجم لكن الأهم هو أن نقوم بعمل كائن جديد هذا الكائن سيكون من نوع كيوب فمكعب المكعب ما الذي لديه لديه الاي سأتركه الظلع سبعة سأغير التسمية هنا إلى كيو أقل له في الأخير أعطيني المساحة أولا ثم أعطيني الget volume كما تعلمون الحسابات لست متأكد من صحتها مئة بالمئة لكن الشيء المتأكد منه هو مفهوم الانترفيس الذي شرحته لكم الآن والفرق بينه هو بين الكلاس فهذا يعني بطبيعة الحال ما أقدمه لكم لكن بالنسبة للحسابات التي ستظهر لنا النتائج التي ستظهر لنا الأخرتين هنا هذه وهذه هي النتيجتين حسنا إلى هنا ينتهي الدرس اليوم المتعلق بالانترفيس أو الواجهات أتمنى أن يكون أفادكم وعجبكم وإذا كان هناك أي شيء غير مفهوم لا تنسوا أن تتركوا في التعليقات ونلقاكم في الدرس القادم